تالي مشاهدين رحلت إدارة مصلحة السجون المصرية الخميس الماضي الناشطة سناء سيف 28 عاما وهي شقيقة علاء عبد الفتاح أحد أبرز الناشطين السياسيين في مصر من سجن القناطر تمهيدا لإنهاء إجراءات الإفراج عنها وأعلنت مونى سيف الشقيقة الوسطى لكل من علاء وسناء الإفراج عن شقيقتها الصغرى من خلال صورة وتغريدة قصيرة على تويتر وكتبت سناء على الإسفلت مع إرفاق تغريدة بصورة لها وشقيقتها تسيران معا وجاء الإفراج عن سناء سيف بعد أن أنهت حكما بالسجن عاما ونصف العام صدر في مارس الماضي على خلفية اتهامات تزعم أنها قامت بنشر وبث أخبار كاذبة حول انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سيد أحمد العطار قضية أخرى والإفراج عن سناء لماذا أفرج عن سناء سيف في حين أنه شقيقها حكم عليه بالسجن؟ هو بالتأكيد يعني طبعا إحنا بنهاني سناء ونهاني عائلة السيف رحمة الله عليه والدكتورة ليلى طبعا إخلاء سبيل سناء هو شيء أسعدنا جدا وإحنا بديسأل قبل ما نقول لو أم أخلو عليه سبيلها لا وإحنا بيقول هي ليه اللي هم اعتقلوها أصلا بالأساس يعني اللي هي هم اعتقلوا سناء السناء ما ارتكبتش أي كرب حسب وليكن تمتابع جدا لليتها يعني أن كل الإجراءات اللي تمت هو اعتداء من الداخلية على عائلة السيف أمام سجن تورة لما كانوا أمام سجن تورة عشان يوصلوا حاجات لعلاء أشياء أغراض لعلاء وبالتالي إحنا بنتكلم في جريمة تحولت من مدن عليها إلى جاني هما تم اعتداء عليهم بالضرب تم اعتداء عليهم سناء نفسها تم خطفها من أمام النائب العام المكب النائب العام المصري بمدينة الرحاب لما كانت رايحة تقدم بلاغ رسمي في الزابط التي تعد عليها يعني احنا بنقول هي ليه أصلا اعتقلت يعني قبل ما نقول ليه يعني طبعا طيب دعنا نحيل هذا السؤال ربما إلى ضيفتي التي انضمت إليه الآن من باريس سيدة ماجدة محفوظة ناشطة الحقوقية المصرية أرحب بك سيدة ماجدة بالفعل لماذا اعتقلت السناء ومن أين اخترعت لها هذه التهمة بث أخبار كاذبة حول انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية تحياتي لحضرتك والضيفة الكريم وكل المشاهدين بالتأكيد نعم أن السناء تم قبض عليها من مكتب النائب العام حينما حاولت أنها تقضي مشاكوة نتيجة تعرضها للضرب المبرح من قبل مجموعة بين كوسين منا البلطاجية من النساء تعد عليها بالضرب هي ومامتها وأختها مونة حينما رفعوا لفتات تحذر من وجود فيروس كورونا وانتشاروا في السجون المعتقلين وخفوا على علاء من هذه الجائحة أو من هذا الفيروس كما حال كل المعتقلين طبعا في هذه الأثناء أو في هذه الأونة كان هناك فعلا عديد من الحالات وعديد من الشهادات المتوطرة والتي تخرج من السجون أن هناك جائحة كورونا تنتشر بشكل سريع بين السجناء وأيضا بين أمناء الشرطة اللي بيخرجوا مرة تانية ودي في البيوتهم وده في أصلا عوامل سيئة جدا على المجتمع نفسه وعلى المعتقلين أصلا فتم القبض عليها لماذا قبضت السلطات المصرية عليها؟ أنا ممكن أجاوب على حضرتك السؤال الإجابة بسيطة جدا السلطات المصرية هي لا تتنازل تقريبا هما حلفين يمينها الله أنهما لا يتنازلوا عن عدد المعتقلين الموجودة في السجون وأنه أي حد ستحدث عن المعتقلين وسيدين تعامل السلطات المصرية سلطات الأمن أو حتى السلطات التنفيذية ممثلة في الرئاسة والوزراء سيتم التنكيل به طبعا كان حالة فريدة جدا أصرت علاء عفتاح ممط واختينه الاثنين أنهما دائما وأبدا بيحاولوا دائما وأبدا مهما تم التعدى عليهم ومهما تم الانتقاص من حقوقهم كمواطنين وكهالي أو زاوي أحد المعتقلين سياسيا كانوا مصممين أنهما يوصلوا سلطهم للعالم كله فأراد النصر المصري أنه يعطي درس لهذه الأسرة باعتقال سنة حتى يقول لهم رسالة واضحة أنه لن يكتفي أبدا بعلاق وإنما كل ما سيحاول سيتم اعتقاله حتى لو كان سنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة